بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا مرحبا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الإخبار الجزائر اليوم ملفنا الأول في حصة هذا اليوم ستخصص لإعادة فتح المساجد العديد من المساجد معنية بالفتح المواصفات تم إعلامها للرأي العام وحتى البروتوكول الصحي الذي سيرافق الفتحة التدريجية لمساجد الجمهورية تم الإعلان عنها سيكون لدينا حديث وإفاظة حول هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم السيد يوسف بن المهدي وزير الشؤون الدينية والوقاف مرحبا بكم سيدي أهلا وسهلا بكم سيد أحمد شكرا لكم على الدعوة شكرا لكم على الدعوة مرحبا بكم سيدي سيد الوزير أدعوكم وأدعو المشاهدين قبل الشروع فيها النقاش لمتابعة هذا الروبروتاج للزميل رابح مدوي والذي قام به في مسجد الفتح بالدار البيضاء والذي استقبل هذا المسجد السيد الوزير للوقوف على التحضير الخاص بفتح هذا المسجد تابعتمنا مسجد الفتح بالدار البيضاء العينة وليس الاستثناء لما يستعد له أكثر من أربعة ألف مسجد بمن قررت الحكومة إعادة فتحها تدريجيا بداية من السبت المقبل بعد خمسة أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد والفتح التدريجي إجراء مؤقت أمنه الظرف في إطار الحرب المتواصلة ضد فيروس قاتل التصدي له بالعقل لابلعاطفة والتباكي على غلق دور العبادة إذا المسألة تحتاج إلى التدريب تحتاج إلى سيفيزم إلى التحضر إلى مسؤولية إعادة الفتح غير المدروس في وقت سابق لبعض الأسواق كلفنا قال الوزير ولا نريد لهذه التجربة أن تتكرر في مساجدنا هناك بروتوكول تنظيمي لصادة الولاة وللجنة الوزرية كل المسؤولية في الصهار على تطبيقه أنا مضيت في هذا الفترة أكثر عشرات القرارات لفتح المساجد والجزائر تستعد لفتح الجامعة الأعظم كما قال السيد الرئيس الجمهورية كان متمن يصلي معنا العيد هنا يعني هل يعقل أن يشك في هذه النية ويقول لك نحن من أجل مصلحة المواطن هم شوفوا الأيمة والمتطوعين مجندين من أجل خدمة المصلي نقول لهم كيف نكونوا صارمين صارمة هذه لازم تكون بالفرحة بالضحكة لأنه علاش المسجد مؤسسة مؤسسة لديها كل فئة المجتمع قضية التنظيم وتسير المسجد أثناء الفتح راح يكون بتنسيقه مع جمعية الضال بيضا المتحدة جمعية فاعلة على مستوى الحي إن شاء الله هذا المساجد تفتح في أمان الله وبإذن الله المصلين يصلوا في أمان ويروحوا في أمان بإذن الله فتح مدروس وآمن لبيوت الرحمن الأمل أن ينتقل هذا الفتح من المؤقت إلى الدعاء نعود إلى البلاطو وإلى السيد الوزير سيد الوزير كما كنا نتابع شرعتم بالتنسيق مع السلطات المحلية في التحضير لفتح المساجد المعنية بالفتح سيد الوزير كيف تسير هذه العملية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن ولاه وجدد لكم الشكر أخي أحمد على هذه الدعوة ومن خلالكم أحيي كل جمهور متابع لهذه الحصة المباركة الجزائر اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالفعل العملية متواصلة منذ أن تم الإعلان بعد التشاور مع اللجنتين اللجنة العلمية تابعة لوزارة الصحة ولجنة الفتوى تابعة لوزارة شؤون ديني والأوقاف مع السلطات العليا البلاد وكانت هناك مقترحات مقدمة من جهتنا منذ أكثر يعني مدة طويلة بالعكس أنا أذكر إخواني المواطنين بأننا قمنا بحملات تعقيم للمساجد وطنية منذ فترة ليس للقول في يومها بأننا سنفتح ولكنه استعداد لأنه لا يمكن أن يبقى تبقى مؤسسة الدولة مقفلة نهائيا خاصة بعد أن علمنا من السدى الأطباء والمختصين في هذا الوباء بأن الوباء سيتعايش معنا وسنعيش معه وليس هناك مدة محددة لمعرفة متى سيذهب هذا كانوا يتحدثون عن الصيف والحرارة بأن الحرارة ربما تقتل إذا تذكر في البداية كانوا يقولون سيتقتل الفيروس وتنتهي ولكن شهدنا في البلاد الحر قبل أن تصل إلى الحر بأنها ازدادت وكانت تحصي الآلاف يوميا فعلم إذن الأطباء بأن هذا الفيروس سيبقى ولسنا ندري متى ولكن نحن ندعو في قرارة أنفسنا أن يعجل الله سبحانه عز وجل برفع هذا الوباء وإذن كنا نقول بأننا لا نفتح المساجد قبل أن يرتفع هذا الوباء ليس معناها أن يرتفع كلين لأن هذا ليس معلوما ولكن المعنى أن يكون هناك تحكم أكثر لهذا الوباء تحكم ظهر في بروتوكولات السدى الأطباء المختصين عندما نزلوا من 14 يوم كأيام مدة للعلاج والحجر ثم إلى عشرة أيام ثم إلى أسبوع ثم اليوم إلى خمسة أيام اليوم الفرق الطبية مشكورين أصبحوا يتعاملون مع شيء صحيح عنده كما نقول معادلة كانت ذات ثلاثة مجاهيل اليوم أصبح عندها مجهول واحد يعني كيف يتحرك لكن أصبحوا يعرفون أشياء كثيرة عن هذا كيف يتعاملون معه قبل ما كانش عدنا كرولوكين ولكن اليوم عدنا أشياء كثيرة أصبحت لآن في المتاح نعم كانت الدراسة موجودة والحمد لله وصلنا إلى القرار الذي يعني تقدم به السيد رئيس الجمهورية للناس جميعا بأننا سنفتح ولكن ضمن بروتوكول اليوم مساجدنا المرشحة التي تفوق في الأربعة ألاف وهي بنسبة حوالي 24% من مجموعة لهياكل المساجد الموجودة عندنا للمواصفات التي ذكرناها يعني فوق ألف ويكون عندها مداخل ومخارج ويكون عندها هناك مساجد لها أفنية هناك مساجد لها ساحات وهناك مساجد يعني يمكن أن تستجيب لدواعي السلامة والحفاظ على صحة المواطنين منذ أن أعلن ذلك الإعلان والسادة المديرين والآئمة الذين رشحوا لنا لأننا درنا مرسل للسادة المديرين من قبل رشحوا لنا هذه القوائم وأحصيناها وقدمناها كانوا يعدون أنفسهم فبمجرد أن صدر الإعلان بدأت حملة التعقيم والتنظيف والتطهير ووضع ميكانيزمات وآليات لوجستية داخل المساجد بدأت هناك حملات أطلقت من السادة الأئمة جهز مسجدا شوف جهز غازيا جهز مسجدا فأصبح الآن المحسنين يأتون أنا أمس يتحدث معي واحد يقول أنه مستعد أشتري خمس آلاف سجادة يعني ذات استعمال يوم واحد وشوف الأزمة كيف خلت الناس يفكروا وأنجزت بعض المؤسسات هذه السجادة موجودة وتوفر هناك من يوفر البساط البساط للأكل هذا يعني النيلون الذي يوضع في الأكل يوضع أمام المصلي في حالة ما إذا لم يكن لديه سجادة والذي عنده سجادة يجيب سجادة بدأ الناس يتهافتون على الإحسان لبيوت الله تعالى لأنها قرابين وهي أفضل الصدقات وإحنا الجزائرين يحبوا بيت ربي يحب يخدم بيت الله سبحانه عز وجل يعني كما كانت قديما العجوز في الجبل تنحي الصوف وتخدم العهن وتخدم منه سمغ وتحرق وديره داخل كذلك وهي ما قرأتش وفرنسا ما خلتش تقرأ كما الفلاح اللي كان يجيب الكصب ويخدم منه قلم ويعطيه للتلميذ يقراه الفلاح اللي يجيب يعني كل الناس كانوا يشاركون في خدمة القرآن وخدمة بيته اليوم الناس يتهافتون فعلا ويذلك احنا لا نشكو من عدم وجود هذا يعني معاقمات وهذه أشياء وحتى الواقي القناع الواقي أشياء كثيرة لأن الناس يطلبون أعطونا القوائم بتاع المسجد ثم السادة الولاد في السلطات المحلية ليست فقط تعمل معنا كتنسيق لا هي مدمجة في العملية هي رأس العملية في الولايات لماذا؟ لأن الوالي يستطيع أن يقول بأن هذا المسجد لا يتوفر على الشروط رغم أن العدد انتاعه فيه ألف نعم ليس قضية رياضية ألف هذا تقدير ولكن إذا كان هذا الحي فيه وباء وفيه مسجد فيه ألف ويقدر يقول لا يفتحش وله الحق لأن السلطة التقديرية يملكها السادة الولاد وهناك أشياء مثل ما تفضلت بدأت العملية بالعكس اليوم قبل أن نجي عندك نصبنا لجنة لجنة متابعة على مستوى الوزارة لجنة مركزية ولكن على مستوى الولايات موجود لجنة عند السيد المدير شؤون ديني والأوقاف بالولاية فيها معتمدين وفيها مفتشين يصهرون على متابعة ما يجري داخل المسجد وموافتنا بتقارير يومية لماذا؟ لأنه الآن العملية بدينها كما تشوفنا مع السادة المشاهدين هذا المسجد مسجد الفتح اللي وقفنا على عينة ولكن العينة موجودة وصلتني صور من مساجد في يوهران في ولاية كثيرة في عنابة في تيزيوزو في أماكن كثيرة يتسابقون للاستعداد لهذا الفتح لأنه يوم عظيم والناس ترجع الدمعة يعني قصدي تمسح الدمعة من عيونهم وترجع الفرحة والبهجة إلى نفوسهم ولكن إن شاء الله شريطة أن نلتزم ذكرنا في هذا الفتح نعم سيد الوزير الآن البروتوكول بصفة عامة معروف لكن طريقة التنظيم داخل المسجد هل هي موحدة على كل المساجد أم تترك الحرية للجان المسجدية والسلطات المحلية لتنظيم المصلين داخل المساجد سيد الوزير نرى أن البروتوكول تحدث على من هم الذين يشرفون على هذا الله بداية من موظفين داخل المسجد لدينا إمام ودينا مؤذن ودينا قيم عدنا معلم قرآن موجودين هناك مساجد لا تفتح ولكن قريبا من هذا المسجد سيدعمون إخوانهم في هذا المسجد ريثما يعني تتحقق السلامة بشكل أكثر وربما يعمم الفتح ليسميناه فتح جزئي فتح جزئي وليس هو الفتح النهائي كما يتصورنا سيكون بعد الفتح الجزئي بدون شك سيكون هناك فتح كلي ولكن هذا بالتدرج يأتي بالتدرج ولا نستعجل يعني نحن نمشي بحكمة ويعني رويدا رويدا إن شاء الله حتى نصل الهدف المنشود في كل مؤسسة الدولة بشي نقول يعني مشوه حاطر المسجد الشيء الثاني بعد الموظفين هناك الجمعية أو ما يسمى بلجان دينية الجمعية المسجدية تشارك طبعا هي تشارك متطوعة هناك لجان الحي هناك المجتمع المدني اللي فيه إخواننا في الكشفة الإسلامية فيه المسجد يعني نحن نتحدث عن فضاء نعرفه نحن نتحدث عن شيء فيرتويل نحن نتحدث عن الحقيقة خليني أقول لك بأن هذا التجارب مشيتي على اليوم هذا التجارب تجارب يعني نحن ليس عندنا علم ما يسمى بإدارة الحشود هذا علم خاص يدرسونه كيف يديرون الحشود في الملاعب في مناسبة ولكن نحن عدنا متطوعين يمارسون هذا العمل في التراويح منذ سنوات كثيرة يوزعون الماء للشروب يوزعون المناديل يصهرون على إفطار المصلي داخل المسجد يعني هذا التمر وهذا حليب ويصهرون على هذا النساء متطوعين هذين موجودين في كل مسجد هذا اللي جان يعملون أيضا يوم الجمعة ويحرصون حتى مرائب السيارات وموقف السيارات برها وينظمون الدخول والخروج وعندهم شارات يجمعون المال لما يكون عندهم رخصة يجمع مال لمسجد معين يكون يوقع هذا القرار يوقعه إذن هناك تجارب هذا التجارب الآن نراهن عليها الشيء الآخر الذي يقول في التنظيم ما الذي يعني يستطيع أن يحقق هذا النجاح هو المواطن لماذا؟ لأن المواطن جاي يصلي مواطن مجايش يعافر مجايش جاي باش يدير فرجع مجايش جاي باش يدير هو جاي يعبد الله يحط هذا الجبه لله سبحانه وتعالى وقانتا لله يدعوه مخلصا له الدين حنيفا لربه سبحانه وتعالى هذا الإنسان جاي مطاوع في البداية هو ملبي لنداء الله سبحانه وتعالى يقول حي على الفلاح حي على الصلاة يجي لهذه الصلاة يريد أن يستقيم القرآن الكريم يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذا الإنسان هذا جاي هو مطوعد تقول له أمشي منها يمشي منها محب لبيت الله ومصبع الأحيان العاطفة تتغلب طبعا هذه العاطفة نحن نوجهها التوجيه الصحيح نفس الشي بالنسبة هذا المواطن سيعين الناس ورح يلتزم الأماكن المحددات الدخول والخروج هناك تباعد هناك أشياء سنعمل على تنفيذها وسنجد إن شاء الله استجابة لأن الإمام عنده كلمة دخل الجامعة الناس يقادروا يقادروا أهل القرآن ما يرى كما قلت يدير خصومة يدير لاشيان يعني يعافر الناس في مكان عمومي وإن كانت هذه ليست من أخلاق الإنسان المتحذر الإنسان الذي يجعل من قدوته سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع الصحابة يدخلوا المسجد خبيوه يعني قادر يأذي واحد نفس الشيء بالنسبة للرمح يعني 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 يجي صلي فتخافي الأذى تعلم كيف يضعوا حذاءه حط الحذاء نتأمسك احنا أحيانا نلقوا ناس يعني فيها فيها فوضى احنا نريد أن نتعلم مع بعض كيف ننضبط بهذه البروتوكولات الصحية التي هي في صالح المواطن في صالحك انت ليجي تصلي قبل ما ترجع للدار وتنقل عدوى لا قدر الله إلى والديك وتصبح نادم على ما فعلتم نادمين كما قال الحق سبحانه وعزوه سيد الوزير إذا سمحتم الآن ما دم تحدثم على مواصفات المساجد هناك بعض المواطنين نتحدث خاصة الذين يقتلون في بعض القرى والمداشر يقول لك ربما في مساحة 30 حقوة 40 كيلومات لا يوجد لدينا مسجد بهذه المواصفات يعني سنحرم من صلاة الجماعة كيف يمكن أن نجيبها مسجد الوزير أستاذنا نشوف ندرنا المواصفات هذه نبغي أن نلتزم بها نقول المسجد الذي فيها ألف ما فوق المسجد يجب أن يكون فيه السعة هذه لماذا؟ لأن المكان حضري المكان مهيئ أصلا طبييا وصحيا معناها مكان مهيئ للتدخل معناها مهيئ للتفتيش مكان تستطيع أن تزوره الحماية المدنية الصحة مفتشيات الأمن يستطيع أن يصل إليه المفتش توجيه ديني يستطيع أن يصل إليه المعتمد من الأي مالكي يراقب ما يجري داخل هذا المسجد تصورتها في هذه القرية التي تحدثت عنها وفتحنا جامع يعني لا يوجد مواصفات لأنه لا يوجد ربما حتى الهيئة الأخرى الحضرية التي تساهم في القضاء على وباء كوفيد كورونا ممكن يكون فيه ديسبونسار صغير يعني بشي إنساني ولكن ما فيش مهيئة تهيئة الكاملة التي يمكن لقدر الله يكون فيه تدخل ينبغي أن نتدخل سريعا ولكن هو نقول إخواني المواطنين هي مرحلة بسيطة كما صبرنا هذا التسعة شهر هذا ستة شهر نصبر على هذا البروتوكول الجزئي وإذا كان ظهر يعني المصلي بهذا الكفاءة من الانضباط بهذا الوعي وحقق السلامة التي قال عليها رئيس الجمهورية في تهنئة العيد ومن بلاباس نذكر جزء من المقطع لما هنى الشعب الجزيلي وقال أنا أدعوه بل أحثه إلى أن يحقق شروط السلامة حتى تعود جميع مؤسسة الدولة إلى الحياة نحن نريد من خلال هذا البرنامج هو تدريب تدريب على الوقوف على هذه البروتوكولات والالتزام بها يعني ستمر مرحلة ويعاد فتح هذه المساجد إن شاء الله ونمشيه إن شاء الله إلى التوسيعها في كل مساجد فلا يعني لا يشعر الإنسان بالحرج تماما كما كنا نقول في البداية بأن الإنسان الذي كان يصلي في المسجد وجه عذر لا يستطيع أن يروح هو الأجر عنده أخي أحمد الأجر عنده صحيح هو لم يفتح له لأنه لم يفتح في هذا ولكن الأجره تام كأن ما صلى صلاة الجماعة وذكرناها ذكرها سادة العلماء في الفتاوى يعني الذي يصلي في بيته وكان متعودا على الذهاب إلى المسجد ستكتب له أجر الجماعة لأنه صلي مع أهله جماعة وسيكتب له أجر الرواح والغدو إلى بيوت الله سبحانه وعسف علي فلماذا يحزن هو ربح في كل أحوال نعم سيد الوزير نتحدث عن قضية أخرى وهي قضية صلاة الجمعة لماذا تم استثناء صلاة الجمعة وهل هناك شروط للعودة إليها سيد الوزير بدون شك الفقهية يعني لجنة الفتوى فيها علماء نحن لازم نفرق بين النداء الذي يرفع للصلاة للصلاة العادية وهي صلوات الخمس نعم وهي سنة مؤكدة ذهب إلى المسجد ويأخذ فيها الإنسان الأجر عندما يذهب إلى بيت الله سبحانه وعسف علي ولكنه لا يأثم بتركها إذا لم يذهب إلى المسجد بخلاف صلاة الجمعة صلاة الجمعة نداء لها فرض لازم إنسان يلبي نداء الجمعة فإحنا قلنا لو كان يرفع الإنسان الأذان بالجمعة ويأتي الناس بشكل يعني بشكل مكثف نعم والمسجد الذي قلنا نحن ألف لمفروض ألف يدخلوه 250 في التقريب يعني حوالي ربع حسب المساحة لما قسمناها بين 250 ربما إلى 300 بحسب الساحات لكن إذا كان جمعة رح يجي أكثر من 300 وبالتالي لا يتحقق تباعد وبالتالي والمسجد لا قدر الله بؤرة لنشر الوباء نحن الهدف ليس تضييق على الناس وإن أعجبني واحد من البروفيسورات أمس يعني فات في حصة نشكره من ولاية الوطن عبر سكايب قال نحن لا نعاقبه في الناس نحن لا نعاقبه في هذا الإنسان المواطن يقول أنه تبعد على أخوك وما تقبل الكمامة وما تقبل عليه وما تصفحه وما تذهب وتعيد عليه وعيد عليه فقط بالتليفون نحن لا نريد أن نعاقب الناس نحن نريد أن نحمي الناس يعني هنا لما واحد تقول هذا في صالحك نريد أن نقول للناس هذا في صالحنا جميعا في صالحنا أننا نتباعد اليوم كنا نحكي مع بعض الفقهاء كنا قديما نقول تزاحموا تراحموا اليوم نقول تباعدوا تراحموا كي تكون بعيد رك رحمته كنا نقول بأن الزيارة كانت سنة زيارة الأهل سنة والاقتراب منهم سنة وصيلة الرحيم سنة لكن اليوم صيلة الرحيم تكون بالتليفون أحسن لأنك تروح تزورهم وتقتل واحد منهم أو يقتلوك لا قدر لا يعني قصد تنقل العدوى أو ينقلوا إليك العدوى يعني يصبح الإنسان في حرج وأنا أعرف شباب صدقني يا أخي العزيز نقلوا الوباء لأحد الوالدين وتوفى الوالد أو الوالدة اليوم يبكوا وأنا نحكي لك على الناس شكونا نحن نحكي لك على لجنة فتوى علماء يحكوا لي لجنة فتوى قال نحن تصلوا بنا شباب قال راني ديت البابة ومات الوالد نتاعي يعني كم يستطيع هذا الشاب كم يستطيع من الدعم والتصبير والمؤانسة باش ينسى هذا الجرح في حياته يعني صعيب أخي العزيز فأنا نذكر إخواني ليرام يقولوا علش ما تفتحش الجامعة للجمعة يقولوا خذ الأمور بهذا الشمول هذا الشمول نحن نريد وعندما تتوفر هذه الشرط على السلامة ونشعر بأن هناك تدريب وهناك التزام ستكون هناك جمعة وأنا سنصل إن شاء الله إلى كما فتح ثم هذا ليس قرار الجزائر وحده هناك دول كثيرة جربت فتحت فضاءات الجماعة وتركت الجمعة نهائيا وهذا دول كبيرة وعندها عراقة تدين عندها عراقة في مؤسسة دينية مثل أزهر شريف مثل دول كثيرة فلماذا نظن بأنفسنا بأننا لا نريد نحن نريد الخير لمجتمعنا والسلامة الصحية والحفاظ على النفس جايد سيد الوزوج جاء في البروتوكول منع الأشخاص الأكثر عرضة للخطر كيف سيتم تحديد هؤلاء الأشخاص وعلى ترون أنه سيكون من الصعب أنك تمنع شيخ أب أو جد أنه جاء إلى الصلاة أنك تقول له لا تدخل إلى المسجد والله يشوف نحن المنع ذاتي المنع ذاتي نحن قلنا في الفتوى إذا كان قرأوا المواطنين البيانت على الفتوى 22 أو في غيرها يعني يمنع الطفل من الذهاب إلى المسجد هذا سهل عند الوالدين يمنعه من الخروج المرأة لا تذهب إلى المسجد يعني ما في صلاة الجمعة لا حتى في صلاة الخمس حتى في صلاة الخمس المرأة لا تذهب إلى المسجد في العادة عندنا كانت تذهب إلى الترويح ولكن الآن لأنه عندنا ظرف خاص لا تذهب لأنه لازم نوفره لها كذلك فضاء خاص وفيها صعوبة شوي لكن الكبير يفضل أن يصلي في بيتي هو منع ذاتي ويمنع نفسه لأنه عنده أجر المريض الذي عنده مرض مزمن لماذا يذهب إلى المسجد؟ لا يذهب إلى المسجد لكن أفرض أنه واحد يذهب إلى المسجد العلماء قالوا يدير الكمامة ويدير التباعد ونحن ندير له الحساس الحراري عند الباب نشوفه لأنه مرتفع الحرارة وقالوا سمحنا لا تدخل وربما نعينه لأنه نوصله إلى المصحة إذا كان لدينا حرارة قالوا يودي عندك أعراف ترح ترح تشوف طبيب نوصله لماذا كان لدينا الناس يقضون لكن لم نحن نعافره الناس جاء واحد لا يوجد الكمامة كما ذكرنا في المسجد الفتح يضعون كمامات زيادة لا يوجد الكمامة لكن ما يقولنا لم ندير لم ندير كما يحكيون لنا بعض الناس في السيبيرات يقول لنا ما دخلك فيها لم ندير لم ندخل سيحاسب مدير له إذن هذا الشخص سيكون سببا لا قدر الله وذكرنا في البيان حديث النبي عليه الصلاة والسلام شر الناس من يسأل عن مسألة يحرم يعني يحرم المسلمون من خيرها يعني واحد يدير حاجة على جل جرته سبا نغلقه جامع هذا الإنسان اسمح لي يعني أحنا ماذا بنا إنسان يكون مفتاح خير مغلاق للشر ما يكونش مغلاق للخير مفتاح للشر إذا كاننا ندخل باش ندير يعني ندير شيء مش مليح داخل الجامع ونكون سبب وتجي سلطات صحية ويقول هناك يعني آراء من السادة المراقبين قال هذا المسجد هذا يغلق يغلق يعني شوف الإنسان يكون سبب في غلق مسجد ويقولون الناس أخشاء أن يلعن أخشاء أن تلحقه ودعوة الشر كما يقولون فالإنسان جاي يصلي هذا يربح المودة والإحسان عن ربي سبحانه وتعالى ما يربحش العكس سيد الوزير في الأخير ما هي الرسالة التي توجهونها خاصة إلى الأئمة وإلى المصليين دائما اسمنا في تصريحاتك تحدث عن التحذر التحذر لكن ما هي الرسالة التي يمكن أن نبعثها إلى المصلي وإلى الإمام أيضا حتى يتحقق هذا التحذر أستاذنا الفاضي نرى الإمام الحمد لله منذ بدأت هذه الجائحة كان منخرط في المنظومة التي قامت بها الدولة من خلال برنامج الحكومة المسطر لإحتواء هذه الأزمة والحمد لله خطاب ومتزن يدعو إلى التعامل مع هذا البروتوكول بوعي يتعامل مع هذا الوباء بحذر يتعامل مع كل الإجراءات منذ البداية إذا شفت حتى في الوسائط التي كنا نتوصل لها وغير طريقته وأصبح يذهب إلى الأسواق ويذهب إلى الشوارع ويدعو الناس إلى الالتزام هذا الكلام هو حضارة الإسلام هو حضارة الإسلام لأنه نقرأ الفقه نقرأ السيرة نقرأ يعني ما ورثناه عن أبائنا لقناهم يديروا هكذا منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه شخص يريد أن يبايعه وقالوا يا رسول الله به جذام وعنده مرض يعدي قالوا نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ابقى مكانك فقد بايعناك مكانها تجينا هذه هي الحضارة لأصبح اليوم منظمة صحة العالمية تتحدث عن غسل اليدين هذه حضارة نحن ورثناها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من السنة الوضوء قبل الأكل والوضوء بعد الأكل اللي هو الغسل غسل اليدين يسمونه الوضوء يعني الإسلام دين نظافة النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان هذه الحضارة اليوم أصبح الكبار المسؤولين الأمريكان يتحدثون عن الأمر بمعروف أنه على المنكر الناس لم يكنوا شيء عارفوا ولكن يقولوا قال محمد النبي صلى الله عليه وسلم إذن اليوم نحن في تحدي يقول للإمام للمصلي كون مثل قدرتك هو سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى هينا لينا بين يدي إخوانه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الموطؤون أكنافا يعني إنسان خفيف ضريف إن الله تعالى يكره كل جعواض يعني جعذري جواض الجعذري الجواض هو إنسان الغليظ الفذ يعني الفض الغليظ والقرآن الكريم يقول ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك علمنا الإسلام الرفق بإخواننا الرفق بكل شيء بالحيوان بالشجر هذه حضارتنا أخي العزيز نحن ندعو إلى نعود إلى قدوتنا عليه الصلاة والسلام ننشر البسماء بالابتسامة هذي إنسان يدخل الجامع بالابتسامة نقول إحنا قلنا لهم استقبلوا الناس يعني استقبال حسن تعطيلوا هذه الكمامة ورحين ندعو بعد أن نختم لك تدريب دورة تدريبية كيف نستقبل بالنسبة الجمعية الدينية الجمعية الحي والجمعية المجتمع المدني وهذا المتطوع عند داخل المسجد كيفاش نستقبلوا الناس كيفاش نقولهم سيد وزير الشؤون المقابل سيد يوسف المهدي شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا وعلى هذه الإفاظة حضرتوا معنا في الفتح الأصغر إن شاء الله نكون الفتح الأكبر إن شاء الله وهذا أنتم ترون هذا عنوان الفتح دائما نحن عدنا الفعل نبي صاصم يقول تفائل وخيرا تجدوه بدأنا بفتح هذا المسجد الفتح وإن شاء الله يكون فتح جزئي ولكن فتح كلي ولكن أيضا إن شاء الله يكون فتح لجزائر اليوم بحول الله إننا فتحنا لك فتح مبين شكرا جزيلا لك السيد الوزير متواصلون دائما معكم مشاهدين ضمن ملفات برنامج جزائر اليوم إلى الملف الثاني ترجمة نانسي قنقر متواصلون دائما معكم مشاهدين وإلى الملف الثاني الذي سنخصصه للحديث عن سجل التجاري الإلكتروني وبعض التطبيقات الجديدة التي ستعزز هذا تعزز سجل التجاري الإلكتروني وتعزز عصرنات ورقمنات قطاع التجارة للحديث عن هذا الموضوع أسعد بصدفة سيد محمد سليماني المدير العام للمركز الوطني سجل التجاري مرحبا بكم سيدي شكرا جزيلا على هذه الدعوة شكرا لتربيتي الدعوة سيد محمد سليماني نبدأ بجديد القطاع حيث أعلن وزير التجارة عن تطبيق جديد متعلق بإداء الحسابات الاجتماعية على الخط هل من توضيحات حول هذا التطبيق سيد محمد سليماني شكرا لكم شكرا أيضا على هذه الدعوة مرحبا لا تسمح أن اليوم نتكلم على هذه التطبيق الجديد هو يعني هو تطبيق سهل 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 جدا هو عبارة عن إجراء إلكتروني يعني اليوم المتعمل الاقتصاديين المعنيين بإداء حسابات الاجتماعية للشركات يمكنهم أن يقوموا بهذه العملية عن طريق الانترنت وعن طريق كما نقول طريقة الإلكترونية وعن طريق الالنت في هذا التطبيق سهل سهل جدا يودعوا فيه حساباتهم الاجتماعية وحتى المستحقات يعني الدفع ستكون أيضا بطريقة إلكترونية إما باستعمال البطاقة البنكية أو باستعمال ما يسمى بطاقة ذهبية يعني بطاقة بريد الجزائر وحتى المستحقات اللي رح يدفعوها بهذه الطريقة حتى تكون أقل بالمستحقات اللي كانت تدفع يعني فيها تحفيز نعم تحفيز كبير نعطيكم مثل صغير يعني إذا الحسابات اللي كانت ب30 ألف دينار جزائري يصبح 24 ألف دينار جزائري يعني تحفيز يعني أن المتعمل القصدية يربحها 6 ألف دينار جزائري وهذا شيء يعني هل يخص كل المتعملين سيدين؟ هم يخص شركات تجارية بما فيها شركة ذات الأشوم شركة ذات المسؤولين المحدودة وعددهم اليوم يقارب 132 ألف شركة يعني معنية بإداء الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2019 يعني يكون في العلم أنه السنة المالية اللي يوضعوها هي السنة المالية السابقة وتودع هذا العام هذه العملية يعني إداء الحسابات الاجتماعية جاءت في ظرف يعني يعني يوالم التجارية وفي ظرف ملائم خاصة يعني 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 عايشين هذه العملية رح يتفادوا هذا المتعمل الاقتصادين أنهم يروحوا للفرع المحليات تكون فيها طوابيل تكون فيها احتكاك بنتهم وحتى يحسس لهم هذه العملية بأنه رح تكون هذه العملية انتلاقا يعني من البيت تأول من المكتب تأول في أي وقت منها يعني جيد جيد سيد محمد سليماني ننتقل للموضوع آخر وهو موضوع لا يزال يراوح مكانه منذ سنة و سنتين وهي قضية السجل التجاري الألكتروني في كل مرة يتم تمديد هذه المهلة هل هدكم رقم حول عدد التجار المسجلين في السجل التجاري الإلكتروني إلى حد الآن سيدة محمد سليماني عدد المسجلين من مستجلين في السجل التجاري بصيفة عامة نعم يقرب مليونين واليوم المتعمل الاقتصادي يتماشاهم مع هذه المنظومة الجديدة وهو السجل التجاري الالكتروني. وصلوا اليوم إلى ما يقارب ألف مليون وثلثمائة ألف متعمل اقتصادي. اقتنى ما يسمى السجيل التجاري الالكتروني. يعني ما يعادل 63% من هذه المتعمل الاقتصادي. سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين. تحصلوا على هذا السجيل التجاري. أبقى بنا ما يقارب مثلا. كما نقول. إحنا ستة مئة وخمسين ألف وسبعمائة ألف سجيل تجاري. تم تمديد هذه العملية إلى غاية وثلاثين ديسمبر. بكل إجراءة بكل ما نتمكن. لكي ندعو للباقية أنهم يلتحقوا بالفروع المحيى للمكاس الوطني السجيل التجاري. لإتمام إجراءة تعديل هذه السجيلة التجارية. ونعمل مع ديبريغارد. مع الجماعة وزارة التجارة المراقبة. لكي نحثوا الناس على القيام بهذه العملية. لكن لازم نقول كلمة أنه بعد 31 ديسمبر الناس لما عدلت سجيلات تجارية. بعنوان اقتناع الرمز الإلكتروني. تصبح سجيلات غير سارية المفعول. ويطلب شطبها. يعني بعد 31 ديسمبر إن لم يتم تمديد آخر سيد محمد سليماني ستشطب نهائيا. تصبح سجيلات عدمة الأثر. يعني إنسان يعني المتعامل الاقتصادي ولا التاجر بصفحة عمل. لا يمكنه أن يمارسها أي نشاط بهذه السجيل التجارية. جيد. سيد محمد سليماني منذ سنتين وأنتم تدعون هؤلاء التجار إلى التسجيل في السجل التجاري الإلكتروني. في رأيكم لماذا أبطأوا ذلك؟ ولماذا تأخروا عن التسجيل سيد محمد سليماني؟ والله يشوف يعني كل ما تكون فيها منظومة جديدة للتطبيق تكون فيها بعض كما أقول بالفرنسية تعلم المتعامل الاقتصادي يعني فيها تساهل يعني وحنا نقوم بمجهودات كبيرة يعني باش نحسن لتحسيس ومريتنا عدة مرات يعني هكذا في البلاطوهات باش نتكلم على خاصة على يعني المزايا مزايا سجيل التجاري الإلكتروني اللي لازم المتعامل الاقتصادي يعني يعلمه لكن سيد محمد سليماني السبب يعني تهد لعدم الرغبة فيه متعامل الاقتصادي متوفيين فيه متعامل الاقتصاديين متوفيين فيه متعامل الاقتصاديين دارسي جày التجارية وما تفكرش قال była Qué بعد المتعامل الاقتصاديين ملحقتهم ملحقتهم المعلومة واحنا نعلم بالأكثر منهم يشتغلون في قطاعات التجارة في الدجزئة أو قطاعات الخدمات. وهذه قطاعات مثلاً كما نقول بقال يدير سجل تجاري مرة في العمر وضيفه حتى يتناسى سجل تجاري هذا كورا. المهم عبر هذه القنوات التلفزي وقنوات الراديو وحتى على مستوى الولايات. عندنا فروع محلية وعندنا المدرأة. فيها تحسيس وفيها أبواب مفتوحة إلى أخير في هذا الأمر. إن شاء الله يتوافد أغلبية التجار لكي يقتنعوا هذا السجل التجاري. لازم نركز على هذه النقطة. لأن السجل التجاري الإلكتروني سيقضي تماماً على السجل التجاري المزوّع. لأن هذا سيكون سؤالي لكم سيد محمد سليماني. ألا تعتقدون أن عدد كبير من المتأخرين لم يتم يلتحقوا بسجل السجل التجاري الإلكتروني. لأن سجلاتهم مزوّرة. سيد محمد سليماني. لا. السجل التجاري مزوّر. هذا شيء أخرى. موجودة؟ قبل سجل التجاري الإلكتروني. كانت حقيقة كانت فيها عدة سجلات مزوّرة. كانت تأتي المصالح المركز الوطني لسجل التجاري. مصالح الأمن بما فيها الدرك الوطني وحتى الشرطة. كانوا يجيبوننا سجلات تجارية مزوّرة حقيقة. وكنا بعد عملية البحث نقوم بها على البطاقية الوطنية. صح نلقاها بأنها سجلات تجارية مزوّرة. اليوم المغزى والهدف أن يكون سجل تجاري الإلكتروني. أنا اليوم ندعو جميع المتعامل الاقتصاديين أنهم يتعاملوا بناتهم المتعامل الاقتصادي يتعاملوا بالجملة يتعاملوا بالتجزئة نطلب منهم أن يتعاملوا بناتهم بسجلات تجارية الإلكترونية. لماذا؟ لأنه بطريقة سهلة عن طريق البوابة لمركز الوطني السجل التجاري يمكن لأي إنسان ولنتاجه بصفة عامة أنه يحمل تطبيق يتعرف بصفة سهلة على مستخل السجل التجاري اللي يكون فيه هذا الرمز المشفر. الشيء المهم أنه على كل الناس أنهم يتعاملوا مع التجار لحاملين سجلات تجارية الإلكترونية لأنهم بطريقة سهلة يمكنهم التعرف على السجلات هل هي سجلات تجارية مزورة أمعا. جيد سيد محمد سليماني ربما قد يتسأل البعض لماذا لم يتم تحويل السجلات التجارية العادية إلى سجلات تجارية إلكترونية بطريقة تلقائية سيد محمد هذه القضية قضية تحويل السجلات فيها تكاليف فيما يخص التطبيق في حدات وفيما يخص الخدمات التي يقدمها المركز الوطني السجل التجاري وهي مكرسة في المرسوم التنفيذي وتتكلم عنها لأنه تأديل وما أظن أنه قضية التكاليف اللي رأي مطروحة المشكلة هو أنه فيه ناس حقيقة ما رأيش تمارس النشاط رأي تقدمة السجلات التجارية يعني مثلا قام بإيجار المحل التجاري والمحل والتجارة هذه ما نجحتش وخلى السجل التجاري تعو يعني ما شطبوش وهو رأي في الدار والمحل رأي مغلوق ولا المحل رأي فيها تاجر واحد آخر وهو يعني فيه 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 عدة أسباب لأن الناس لا تحقوش بهذه يعني الانتقال سيكون بطريقة غير مباشرة سيكون في إحصاء يعني للتجار ونحن لا نقدر أن ندير هذا الانتقال بهذه السفا والإنسان هذا ما نعرفه ما لك سيد ميت ما لك ما لك في الجزائر وراح في الخارج إلى آخره هذه عمليات كما قلوا إحصاء عملية جديدة عملت عملت إعادة إحصاء التجار وهذه العملية مليحة لأنها تقوم بتطهير بتطهير الوطنية من تعمل الاقتصاديين ويصبحوا حقيقة التجار يرهم يمارسوا حقيقة النشط في الساحة التجارية لهم يمارسوا مثلا تجار عنده سيجيل تجار وما عنده محل تجاري هذا التاجر ليس له الحق في ممارسة النشط التجاري جيد سيد محمد سليماني خلال مجلس الوصراء الأخير دعا رئيس الجمهورية إلى إضافة شرط السن لمنح السجل التجاري هل هذا القرار سيقلس من عمليات الاحتيال أو يقضي عليها سيد أكيد 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 ووزير التجارة اليوم في الصابحة عندما كان عندنا على مستوى المدرية العامة بالإطلاق حيث تنفيذ هذه التطبيق المتعلقة بإدارة حسابة الاجتماعية تكلم على هذه القضية وتكلم على أنه يجب وضع الميكانيزمات اللازمة ونديرها قانونيا في القوانين وإن شاء الله تكون عندها هدف تكون عندها نتائج جد وإيجابية لأنه ستقلص من عمليات الاحتيال كيف كان يتم الاحتيال من خلال شرط السن سيد والله هو في القانون يعني في القانون يعني يعني السن الأقصى ما كاش القانون ما يتكلمش يجيك واحد مولا 40 سنة مولا 50 سنة مولا 60 سنة مولا 70 سنة حتى حتى تقول لك مولا 70 سنة تقول لك ما تسجلوش القانون يسمح له وفيما يخص السن الأدنى 19 سنة يعني وليموصيباشون 19 سنة وحتى 18 سنة ينجم حسب قانون تجاري ينجم يجيب وكالة من العدالة ويمكن يدير سجل تجاري هذه هذه الميكانيزمات الموجودة الموجودة اليوم هذه الميكانيزمات في أي وقت من الأوقات يمكن أنها تتغير دولة الجزائرية باش تحافظ على الاقتصاد هذه الميكانيزمات ومركز الوطني السجل تجاري والتجارة وقطع التجارة بصفة عمي تماشى وهذا الوضع سيد محمد سليماني دائما تحط على التجارة الموازية أو السوق السوداء ما هي المقاربة المعتمدة حاليا لإدماج هذه السوق في السوق النظامية والله الوزير التجارة يحطنا دائما أنه نسهل إجراءات التسجيل في السجيل التجاري وحقيقة أنه عنده الحق مياب الويام لأنه الأول إدارة أو الإدارة يتعامل معها المواطن الجزائرية هو المركز الوطني السجيل التجاري واليوم نعمل على هذه العمليات خاصة تقريص تكلف السجيل التجاري إنشاء وخلق عدة نشاطات غير مدونة وغير مدرجة وننخدم لجنة وننخدم مع وزار التجارة لكي نقلص في هذه العمليات خاصة المتعمل الاقتصادية وخاصة تجار يحب تجار غير قارين يحب يكون ميكانيسيا أمبولان واحد يحب يكون خوافر أمبولان يعني ستكون فيه مرونة ستكون فيه مرونة في القيد في الوثائق التي قدمها وإن شاء الله تكون فيها يعني رد إيجابي من طرف هذه ويخرج كما نقول من هذا السيركوي انفورمال للسيركوي فورمال للآخر ومليح لهم هما يكونوا مؤمنين اجتماعيا وغدوة من غدوة هذا الإنسان الذي يخدم في التجارة الموازية هوا غدوة من غدوة إن شاء الله تكون عنده عائلة والعائلة لازم تكون مؤمنة اجتماعيا إلى آخره صح علينا كوزار التجارة وكمركز الوطن السجل التجاري أن نحف هذا الناس عن طريق تحفيزات تحفيزات التي تكلمت عليها مستحقات في القيد خلق النشاطات لهم يرغبون أنهم يمارسوها إلى آخر جيد شكرا جزيلا لكم سيد محمد المدير لعمل مركز الوطن السجل التجاري شكرا جزيلا لكم على حضور وعلى هذه المعكومة المشاهدين إلى فقرات أخبار الإخدس أخبار الاقتصاد يفصل فيها اليوم زميل هشام مكلي مرحبا هشام مساء الخير سيد أحمد مساء الخير مشاهدين الكرام إلى هذا الموعد الاقتصادي والبداية من البنك الوطني الجزائري الذي أطلق اليوم نشاط الصرفة الإسلامية على مستوى وكلتين إضافيتين بالعاصمة وهما حسين داي والطولي حسب ما أفاد به بيان للبنك وكانت وكالة ديدوش مراد وسط العاصمة أول وكلة أطلق فيها هذا النشاط في الرابع من الشهر الجاري هذه الإجراءات تدخل في إطار تجسيد وتنفيذ استراتيجية البنك الوطني الجزائري الهدفة لتعميم الصرفة الإسلامية على جميع وكلاتها عبر الوطن الإرادة وحب العمل جعلت الشاب رشيد منوس الحامل لشهادة الليسانس تخصص مالية من العمل في مجال الفلاحة ليتخطى كافة الحواجز وذلك لتطوير مشروعه ومحاولة الارتقاء به إلى مستوى الاستثمارات الفلاحية المتطورة التقرير لصوفيا العقون من الشباب الطموح خرجية الجامعة الجزائرية رشيد تعلقه بالفلاحة جعله يعزف عن خيار البحث عن الوظيفة ليلجى عالم الفلاحة وتربية الأبقار نقص مناصب الشغل خلاني نفكر في الفلاحة وخاصة أني كبرت في المجال في الفلاحة مع الأبقار وكامل خيرت بشروح لقاطع هذا تربية الأبقار مشروعه الصغير الذي وجد فيه ضلته يطبح من خلاله إلى تطوير إنتاجه والدخول عالم الاستثمار لفتح مناصب عمل للشباب والله هدف نوسع المشروع حتى ولو نصل لمئة بقار نوجه نصيح للشباب لو كان أي شاب ما يلقاش وشي يخدم يتخمم في الفلاح الاهتمام بالفلاحة والاقتصاد الأخضر هو حل بديل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ارتفع ارتفعت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي اليوم مدعومة بارتفاع أسهم قطاع السيارات بفعل بيانات مبيعات قوية في الصين وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.8% بعدما كشفت بيانات أن مبيعات السيارات في الصين قفست في يوليو إلى 16.4% على أساس سنوي فيما تتعافى أكبر سوق عالمية للسيارات من المستويات المتدنية التي سجلتها خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا احتفظ اليوم الدولار الأمريكي بمكاسبه بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مقابل اليورو حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونغرس بشأن للوصول إلى ملاذ آمن واستقر تدول اليورو مقابل الدولار عند 1.736 دولار بعدما تراجع إلى 1.720 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الرابع الجارية ارتفعت اليوم أسعار النفط الخام إلى 45.28 دولار للبرميل بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم وانتعاش في الطلب الأسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجيل آداء أقوى لسوق الأسهم تراجعت أسعار والذهب اليوم بعد أن دفع احتفاظ الدولار بمكاسبه أمام بقيته العمولة وانخفض الذهب صباح اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 2017 فاصل 53 دولار للأقيا ونزلت العقود الأمريكية الأجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 2026 فاصل 90 دولار للأقيا وفي الختام إطلالة على مستجدات صرف أهم العمولات الأجنبية مقابل الدنار الجزائري نتابع بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختم هذا الموعد الاقتصادي إلى كازميلي شكرا لك كازميلي شام أكلي أدوى هذا ناصر الله ختم هذا العدد من برنامج جزائر اليوم نلتقي في مواعد أخرى بحول الله سلام اشتركوا في القناة